الخرائطية المخاطر الرشوة في القطاع التعمير والعطار في المجمال تم إحصاء 101 المخاطر يعني لا يوجد 100 توزيع هذه المخاطر على حسب المجالات في ميدان بناء والإشغال في أكبر عدد من المخاطر 750 من المخاطر في التسويق والتوزيع 32 في التخطيط الحضاري 7 وفي المجال العطاري 5 تلاحظون بأنه كلما كانت هناك مساطر وقوانين وضوابط تؤثر مجال معين من المجالات كلما قلت المخاطر الرشوة كان هناك إعداد خرائطية المخاطر خرائطية المخاطر للفساد والرشوة في هذا المجال اللي هو حيوي مجال التعمير والإسكان هو حيوي وعلى إطر ذلك قدرت عدد من الإجراءات لمعالجة الإشكال دي الفساد والرشوة في هذا القطع وهذا اللقاء هو لقاء تواصلي لتعبئة مختلف فاعلين سواء كانوا فاعلين مؤسساتيين ولا مهنيين ولا المجتمع المدني ولا الإعلام والصحافة باش يكون التعاون لمواجهة هذا الإشكال المستشري اللي هو الرشوة والفساد وكان عرفوه ما أنه في مجال التعمير وفي مجال الإسكان هذا على حسب ما بينات هذه الدراسة كثير كثير هذا الفساد وهذا الرشوة إلا ما كانش التعاون مع المواطن التعاون مع المجتمع المدني والتعاون مع المهنيين في هذا المجال ما يمكنش نقاومه هاد المشكي الكبير اليوم كنا بصدد واحد اليوم دراسي اليوم تواصلي اللي قدمنا في نتائج الواحد الدراسة قمت بها الوري زراء تتعلق بخريطة ديال المخاطر الرشوة في القطاع ديال التعمير وديال العقار وحقيقة كانت دي مناسبة لمناقشات هاد الإشكالية بدون تهويل بدون استسرار ولكن عالجناها بشكل مهني ومشينا المسائل العميقة بوحد النوع من الصرامة العلمية باش حقيقة نرى نرى There that باش حقيقة نطوقها القضية هذه grشوة و ونهضوا ونشجعوا وحد الأداد لممارسات فطلة في المجال دراسة التي أعدتها الوزراء وتم اليوم تقديم النتائج جيلها دراسة مهمة تندرج في إطار الورش المتعلق بتكريس الشفافية والنزهة ومحاربة الرشوة في قطاع التعمير والعقار دراسة التي تم التركيز فيها على المجالات الحضرية التي فيها الدينامية العقارية والتعميرية الأكثر قوى خمس هذه المدن بالأساس هي تنجا والدالبضاء والرباط وفاس ومراكوش وتم كذلك العمل من خلال عين دالة تتكون من 600 من المواطنات والمواطنين بتنوع كبير من حيث السن من حيث الجنس من حيث المستوى التعليمي من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي وطبعا كل هذا كان من تحقيق الأهداف الأساسية لهذه الدراسة والمتمثلة في تحديد مخاطر الرشوة في قطاع العقار والتعمير تحليل هذه المخاطر وتصنفها من حيث وطيرة حدوتها والحدية ديالها والآتار النجمة عنها تم كذلك وهذا هو الأساس تم تدقيق خارطة أو خرائطية لمخاطر الرشوة في قطاع التعمير والعقار الدراسة كتحدد بتدقيق شنوما العراقي اللي كيمكن تعقل المساطر ديال التعمير وديال العقار وكيفية ديال التعامل معها وشنوما الإمكانيات للتبسيط ديال المساطر وجعلها أكثر متناول للمواطنين بكيفية عامة